فكرة حسة الرسم اللي في المدارس أيضاً حضرتك كنقيبة لهذه النقابة الخاصة بالفنون أيوة ما حولتيش مثلاً تتاصلي بوزارة التربية والتعليم بسيد وزير التعليم وكلمتي عن حسس الرسم وحسس الأشغال اليدوية وكل ما هو ثني في المدارس لماذا لا تعود؟ إحنا عندنا لجنة أنا فيها اللي هي لجنة الفنون التشكيلية والعمارة في المجلس الأعلى للثقافة وكان يعني أنا شرفت بأن أنا فيها حالياً وكنت قبل كده كمان أربع سنين أو خمس سنين وكانت موجودة ربنا يديها الصحة دكتورة سريع عبد الرازق دكتور مصطفى الرزاز دكتور دول أساتذ التربية الفنية أصلاً هما طبعاً فنانين كبار لكنهم في اللجان بتاعت تطوير التعليم التربوي ده التربية الفنية وأعتقد أن المواضيع اتفتحت كتير جداً وكلامة قال كتير جداً من ناس متخصصة كمان أكثر مني يعني في التربية الفنية وأنا شايفاها مشكلة كبيرة جداً لأن أي فنان في الدنيا اللي طلعه أستاذ رسم اللي طلعه من المدرسة اللي حببه في الرسم هو أستاذ التربية الفنية والفنانين الكبار حتى كليات لما اتفتحت أول ما اتفتحت ما كانش فيه حاجة اسمها أستاذ جامعي لا ده كانوا أساتذتنا بيتخرجوا يدرسوا رسم زي راغب عياد ويوسف كامل والكبار أوي دول اللي هما فيما بعد بعد كده هما القيادات والجيل الأول في الفنون الجميلة لكنهم كانوا بيدرسوا رسم في المدارس الرسم ده مهم جدا تنمية مواهب الشباب الولاد يحسوا باهتمامهم باهتماماتهم يحسوا بالزوء يحسوا بالجمال لا وهي موهبة في النهاية وهي موهبة ليست شائعة يعني من يمتلك هذه الموهبة هم عدد قليل في النهاية والحصة هامة مش للموهبين فقط لا كله يعني الولاد نفسهم لما يعيشوا حالة الرسم دي حالة هقول لحضرتك على نموذج كويس جدا فيه حاجة اسمها مراكز الإبداع عملتها وزارة الشباب والرياضة فإيه أنا شرفت برضو أن أنا أكون معاهم فيها كنت فيه المركز ده من أسبوعين فيه أسوان بيجيبوا اتنين مدربات وعشرين ولد وبنت من الهوين والله عجبني جدا اللي عايزة أشغال اللي بترسب فكرة جميلة فكرة هيلة نتفرج قلت له هو ده الفن لأنه وإحنا صغيرين أول ما دخلنا كلية كنت بروح لبتاع النحط أتفرج عليه وبتاع الجرافيك أتفرج عليه واطلع لبتاع العمارة أتفرج عليه هو ده الفن مش لازم تكون أنت رسام شاطر أنت عايش المناخ هو مصور فوتغرافيا وجعرض شغله تبادل الخبرة مع اللي بيرسم واللي بيرسم شاف الصورة وهو شاف الفن وهو شاف الرسم والتاني شاف الخزف حالة هم بيعيشوا حالة دي حالة نجحة اللي هي ترجع حضرتك لقصور الثقافة وما خلقت من أجله يعني حالك شايفة أنه طبعا لازم يكون هناك نوع من أنواع التزاوج أو الارتباط ما بين الجهات المسؤولة في الدولة عن الفن ومن ضمنها فعلا قصور الثقافة طبعا دي قصور الثقافة دي خطيرة المدارس الجامعات طب لما بتشوفوا مثلا شيء ما احنا مش في الجانب أصلا يعني قبيح هل بتعتاردوا آه طبعا هل من هنا كنت بتنادي بأنه لابد للنقابة أن تمتلك الضبطية القضائية آه كلمنا فيها كتير كنت عايزاها ليه علشان نقول ده غلط علشان نقول ده غلط احنا موجودين بس هتقولي ده غلط بعد ما يتم العمل يعني أنا مثلا در المحلية المرة اللي بعدها مش هتعمل اعمل تمثال سيء ايوة هتعترضي عليه لك أنه أصبح قائما ايوة هيكسر لكن ما أخذوش هذه الضبطية القضائية لا ما خدمتني لا طبعا فيه معارضين كتير قالوا الحرية الإبداع لكن الحرية الإبداع ما لهاش علاقة بالضبطية القضائية هي من ناحية التنظيمية احنا لا يعني احنا مش ضد الإبداع وحرية الإبداع اطلاقا اللي عايز يبدأ وعايز يعمل فن وحابب يرسم وحابب ينحط جوه بيته ويعملها هايز تطلع للجمهور اطلع على حاجة هتتحاسب عليها انت ما تبوصش الزوء العام ما تبهدلناش الدنيا اللي يبهدل الدنيا ده يتحاسب خلينا قلينا حدود إبداعك عندك لما تبقى قد إنك تخرج للشارع أخرج ده احنا طرحناه وترفض يعني اترفضت قالك لا دي هتبقى النقابات مالها ومال الضبطية القضائية ملناش دعوة بس انتوا شايفين تقريب احنا لما بتطلع تمثال وحش بنلاقي الدنيا وجزء كبير من الهجوم عليكم تمام طيب الدونا اللي نقدر نمنع به لا طيب ما احنا معناش عصى سليمان ليه معناش بنشوف تماثيل جديدة جميلة في ميادنا مضيئة ليلا مثلا الإضاءة دي تخصص فيه يعني حرفة دكتورة دورية هتلاقي التمثيل الأديمة في الميادين الأديمة هي اللي برضو باقية